إذن مشاهدين نتابع معكم تحرك إحدى الشاحنات في طريقها للدخول إلى المعبر بينما هناك تجمع أمام معبر رفح إذن مشاهدين الكرام ننضم إلينا من معبر رفح من الجانب الفلسطيني في غزة مراسل الشرق عادل الزعنون أهلا بك عادل معنا عادل نشاهد هذه الصور لبدء عبور شاحنات الغاثة إلى القطاع نعم عبد الرحمن حتى هذه اللحظة بوابة المعبر المصرية لم تفتح ولكن هناك 36 شاحنة قاطرة هي في الجانب الفلسطيني تنتظر هناك أربع سيارات تابعة للأمم المتحدة أيضا تنتظر إضافة إلى سيارتين بطاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأربع سيارات إسعاف هذه هي التي تتوقف الآن في الجانب الفلسطيني مرة أخرى 36 شاحنة قاطرة مع الحامل إضافة إلى أربع سيارات تابعة للأمم المتحدة وأربع سيارات إسعاف كلها الآن كما ترى في الجانب الفلسطيني من المعبر بانتظار فتح بوابة صلاح الدين التجارية أو بوابة رفح التجارية من أجل الدخول هناك في الجانب المصري سبع شاحنات جاهزة في داخل الجانب المصري الآن بانتظار تحميل ما عليها من مواد طبية ووقود للمولدات في المشافي وبعض المواد الأساسية الغذائية في هذه الشاحنات التي تدخل تباعا من هنا أو ستدخل تباعا من هنا من الجانب الفلسطيني ومن ثم سيتم نقلها من خلال الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني وتسليمها إلى الأمم المتحدة والأنروا من أجل توزيع هذه المساعدات فورا ستتوجه إلى المشافي سيما المواد الأساسية المستهلكات الطبية الضرورية جدا والوقود الخاص بمولدات الكهرباء للمشافي سيتم نقله مباشرة وفي المرحلة التالية ربما بعد ساعات سيتم توزيع المساعدات الغذائية مباشرة للنازحين في المدارس النازحون عددهم مليون ستمائة ألف في جنوب القطاع يتركز جلهم في رفح في خنيونس وأربعمائة ألف في مدارس تابعة للأنروا في مدينة غزة ومناطق في شمال القطاع نحن إذن ننتظر الجرفات لا زالت تتوقف في الجهة الفلسطينية التي قامت بإصلاح ما تضرر من الغارات الجوية الإسرائيلية مساء الاثنين الماضي انتهت حتى صباح اليوم من أعمال الترميم والإصلاح إصلاح الطرقات الطريق ما بين الجانبين الفلسطيني والمصري أصبح ممهدا ولكن صالت الوصول صالت المغادرة في الجانب الفلسطيني حتى هذه اللحظة غير جاهزة موظفو الجوازات في الجانب الفلسطيني أيضا لم يتلقوا إشارة سوى الاستعداد وتسهيل مهام من سيأتي مع القافلة بما فيهم مجموعة أو طاقم من الأجانب وطاقم من المصريين الهلال الأحمر خصوصا إضافة إلى خروج عدد من الأجانب وحملت الجنسيات المزدوجة الأجنبية الفلسطينية وأيضا سواء الأوروبية أو الأمريكية وغيرها أولئك الذين يعملون مع منظمات دولية بمعنى المرحلة الأولى في الخطوة الأولى ستدخل الشاحنات 30 شاحنة مباشرة كتجربة إلى الجانب الفلسطيني وتدخل إلى قطاع غزة وبعد ذلك سيصار إلى ترتيب بدء ترتيب نقل الأجانب من هنا من القطاع ومن ثم حملت الجنسيات الجوازات السفر المزدوجة بمعنى الفلسطينيين الذين يحملون جوازات أجنبية هذا كله ربما بحاجة إلى عدة ساعات وقد يستمر حتى يوم غد وليس فقط الآن المؤكد الآن هو دخول هذه الشاحنات بشكل عاجل المواد الطبية الوقود الخاص بمولدات الكهرباء للمشافي وأيضا بعض المواد الأساسية الضرورية التموينية والغذائية المرحلة التالية بعد عدة ساعات سيصار إلى إدخال نحو 400 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والتموينية والطبية واللوجستية إلى القطاع سيجري تحميل من الشاحنات المصرية إلى الشاحنات الفلسطينية ونذكر مرة أخرى 36 شاحنة فلسطينية هي الآن تنتظر في الجانب الفلسطيني